الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فأبواب السماء مشععة وعب العزة عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل وهذا هو الأمل في رحمة الله عز وجل القائل في كتابه العزيز قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول سبحانه وعحمتي وسعت كل شيء ويقول سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسى له من بعده وهو العزيز الحكيم ويقول سبحانه قل أفائيتم ما تدعون من دون الله إن آدني الله بدر هل هن كاشفة دره أو آدني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل متوكلون حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا ما جعل أحد الحكماء العارفين بالله يقول عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع عجبت لمن ابتلي بالضر أو الماضي كيف يغفل أن يقول رب إني مسني الضر وأنت آحم الراحمين ورب العزة عز وجل يقول في شأن سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ ناد ربه أني مسني الضر وأنت آحم الراحمين فاستجبنا له بسرعة بفاء الترتيب والتعقيب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين فلا ييأس مريض من مرضه ما دام صاحب الشفاء من أمره إذا آرد شيئا أن يقول له كن فيكون يقول القائل الحكيم وعجبت لمن ابتلي بغم كيف يغفل عن قوله تعالى لا إله إلا أنت صبحانك إني كنت من الظالمين وعب العزة يقول في شأن سيدنا يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم ربما يقول قائل هذا نبي نقول رب العزة حسم القضية عندما قال في ختام الآية وكذلك ننجي المؤمنين فأبواب السماء مفتوحة وأبواب الرحمة مفتوحة وفقيع اليوم قد يكون غني الغد ولا حاج على رحمة الله ولا فضله حيث يقول سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس ثم يقول الحكيم وعجبت لمن ابتلي بالخوف كيف يغفل عن قولي حسبنا الله ونعم الوكيل وأبو العزة يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس له أو به أو حوله وكيدهم له كيف يغفل عن قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وعب العزة عز وجل يقول بعدها فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ويقول الشاعر يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج لا تقلق لا يغلب عصر يسرين ولا شدة فاجين يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله وإن بليت فثق بالله وعض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله غير أن الأمل الذي نسعى إليه وننشده هو الأمل المبني على العمل هو الأمل القائم على الأغزب الأسباب ولولا الأمل ما ذاك طالب ولا اجتهد ولا زاع فلاح ولا حصد ولا فك والد في إنجاب ولد ولا أخذ بأسباب التداوي أحد نسأل الله العلي العظيم أن يملأ قلوبنا بالأمل وأن يغبارنا بأحمده في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا وافتح لنا أبواب أحمدك واغفر لنا واهدنا إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته